اكدت وزارة الصحة حرصها على تعزيز الصحة العامة بالمملكة من خلال الجهود الحثيثة التي تقوم بها كوادر وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية والتي تهدف لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين حيث اكدت استمرار زيارات الميدانية بالتعاون مع وزارة الداخلية ضمن الجهود المبذولة في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا لعدد من مناطق مملكة البحرين بهدف تعزيز صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة وذلك من خلال حملة منظمة تشارك فيها وحدات الفحص المتنقلة المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة والإدارة العامة للدفاع المدني وأفراد شرطة خدمة المجتمع إلى جانب مجموعة من المتطوعين وأوضحت الوزارة أن الفريق الطبي المختص بمساعدة المتطوعين مستمر بأخذ العينات العشوائية وإجراء الفحصات المختبرية لكبار السن والأشخاص ذوي القابلية للإصابة بفيروس كورونا إلى جانب أصحاب محلات الهايبر ماركت والبقالات والبرادات والمخابز والصيدليات في منطقة درة البحرين ومنطقة المنامة باب البحرين إلى جانب المنطقة الواقعة على شارع البديع بما يضمن سلامتهم وسلامة عائلاتهم وكافة المواطنين والمقيمين وفي سياق متصل تواصل الإدارة العامة للدفاع المدني القيام بعمليات تطهير وتعقيم بعض هذه المناطق موضحة أن الحفاظ على سلامة الجميع مسؤولية مشتركة فيما قام أفراد شرطة خدمة المجتمع خلال الزيارات الميدانية بتوعية وتثقيف مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين والتأكد من اتباعهم للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والتزامهم بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية